قبل بدي خبرك أنا كيف تعرفت على الحارديني تصارت علاقتي معه هيك قبل ما تخلق سارة نعم وكان هو مش مطوب ولا مقدس أنا بنتي خلقت سنت ستة وتسعين ما كنت سامعة فيه نعم وكنت قاعدة بجامعة إجا الشخص يعني اليوم بنتك عمره 24 سنة 24 سنة إجا الشخص جاب لي صورة الحارديني وقال لي بتعرفي من هيدا تقول له لا ولا شايفته ولا مرة قال لي بكون أستاذ مار شاربل نعم أنا كلمة أستاذ مار شاربل أثرتني وحسسني بغرام بش شفت الصورة يعني أنا بقوله نهوقش على عندي مش أنا اللي شيت لعنده عرفنا على حاله وقلت إذا التلميذ هل قد شاطر أستاذه لازم يكون أشطر منه لاشوف شو بيطلع من أمره بخبي بمخدت بنتي بس خلقت نعم خلقت ما بها شي بتجنن بس صار عمره عشرة شهر كان ليلة عيد مار يوسيف والحارديني اسمه يوسيف أساساً ومرشاربل عليه السلام اسمه يوسيف بتعمل كريزة كتير كبيرة وبتغيب عن الوعي كريزة شو؟ بتغيب عن الوعي بتبلع السينة لأول مرة بنشوف هيدا المشهد نحنا وبتطول يعني شربع ساعة بنروعه أول مستشفى عابو جاودي قعدنا خمسة عشر يوم تبين عنده فقر دام كتير قوي فبيطلبوا فخصات قلوا لجوزة تيشوفوا إذا صار من ورانا هي عم بصارت لها الكريزة نحنا ما طلع بنا شي بيقولي الحكيم أنا ما بحكم سارة خدي عند اختصاصي للدم أنا صرت إبكة عرفت أنه في شي مش مزبوط رحنا عالبيت وقعدنا شي جمعتين بعض جمعتين كانت لعبت ومشيت ومأحليها بترجع لنفس الكريزة البنت ومنضل بالمستشفى ثلاث سنين ونص تقريبا داش ثلاث سنين ونص نجع البيتنا نريحة من المصول وهيدا بنرجع للمستشفى بشو كي طب تلاج من القنصير يعني؟ مش قنصير معرفولا كل خمسة عشر يوم بدي عدون بتعمل نفس الكريزة بتغيب عن الوعي وبتشكي بتبلش تنحر تنحر بتلاشلش بتغيب كل خمسة عشر يوم عندها الكريزة ما حدا عرف لها بالأول أبدا نعرف فيه فؤر دم بس عم بيشتغلوا ويجربوا جربنا كل المستشفى ثلاث كل ما نعرف فيه حكيم يبعطونا يبعطنا الحكيم عند واحد تاني بيتوا بالمستشفى؟ أو بالمستشفى ثلاث سين ونص بالمستشفى من مستشفى لمستشفى نجا نريح ونرجع عغير مستشفى نرجع نرجع يعني زرنا كتير قطبة وشفنا لنعرف ليش صار هيك؟ هلأ بهالفترة هايدي أنا خبيت بالمخدة قلت لك كل ما رو على المستشفى آخد صورة الحردينة وقطنت زيت ما بتذكر من جيب لي بعرف حصلت على قطنت زيت مقدس يعني خبية وعندي إيمان أنا إنو لشفاء المريض دايما نقضي هانا بقطنت هالزيت نحنا وعم من صار عمره سنتين بنت خلقيني 13 أيار إجا تطويب الحردينة عشا أيار سنت 98 كنا سرنا بمستشفى الروم عم بيعملوا فحصات بيشوفوا الشي بريطة اليمين بقل لي الحكيم سارة بلعة حبة فسطق فيتي بريطة اليمين قلت له ولا ممكن أنا بلعوصلة يعني تتحصل بنتي على حبة الفسطق أنا اللي بدأت يا إيها وبنتي أنا على طول معي مبني ما حتى عند أهلي بلاي على طول معي حدي في شي مش مزبوط قال لي ولو نحنا خمس أطبة شفنا حبة فسطق بريطة اليمين بدنا نسحب له أنا مش طالع بيدي قلون شي بقى صرت أبكي قلت له يا أبونا أنا عم طالع فوت مع سارة أنا ما عم بقدر يعني هو مطواب جديد صارتوا باوي بدي يطواب بعد يومين أنا بجمعة أول جمعة من أيار تطويبه بعشرة أنا بأول هالجمعة نعم فبفوطولي سارة عقدت العمليات فوطولا ربيش بتمة بتظهر بنتي بعد ساعتين خازقين لتمة قد ما فتحين لنزل هاد دمو بقلي أنا بعتذر مش حبة تفستو عندها تاش مش مني حبريتها بدنا نعملها فيزيوترابية تطبيق لنشوف شو نوعها أنا استحققيتها وبكيت بس بهالفترة بدي أحكي شغلي بهالسنين اللي عشتن بالمستشفى مع مرض سارة ولا يوم أنا تزمرت أو عتبت الله أو سألتوا ليش أنا ولا مرة أنا غضبت أو ما بقى بدي صلي بالعكس كان كل يوم يزيد إيماني ورفقني بالمنام بهالفترة كلها راهب نطرني على المسبح طيعطيني قرباني بس ولا مرة شفته ما كنت شوف وجه شوف هالراهب لابس أسود ومخبه راسه بس ولا مرة عرفت مين بس قول أنا حلو منامي قرباني يعني نعمة كبيرة طلبوا يعنوا لا فيزيوترابي لما عرفوا في حبت إنه هاي دتاش مش حبت في السوق طلبت أطلع كفيفين كنت أنا ما بعرف شي عنك كفيفين ولا بعرف من وين برحولها حتى قصة الحرديني ما بعرفة بس حبيتهم من الصورة لأنه استاذ مار شاربي له بس فطلبت أطلع قال لي جاوزي بعد بكرة التطويب شو بوصلنا بيكون في عجق أنطري وحياتك بس يخلص التطويب وطروق يعني كفيفين طلعك نمت بالمستشفى عم ببكي وقلت له للحرديني أنا حب أطلع لعندك بس شو بدي وصل نمش طالع بإيدي بيجي الصبح ناس عاملين رحلة عم كفيفين بالمستشفى بزدتوا الكلمة بعرف إنه كان عطاني إشارة بدا كي أنا أطلع كانت سارة حاطين للربيش بي من خيرة ومصر وإلى آخرين طلبت من الحكيم في كل سارة عطيني إيها قال لي لوين قلت له بده أطلع عكيفين بده أنظرها قال لي وبركي عملت كريزة معك مش واركي بعيد قلت له عطيني إيها بكريزتها بدي إيها بالكريزة ما تعطيها شيعة مسؤوليتك خطر موضوعك يعني شبتها من مطرح يعني واتقولنا بريش يعني مطرح خطر طبعا يعني كانت تفت على الأسوا ونرجع نظهر قلت له ع مسؤوليتي أنا إخدتها على أقمن مطرح بيت الله ما في أقمن من هالمطرح ليش بدي إفسع قلتيني هي هي وعم تغلي أخدت حرارتها قربين لبنتي وطلعت عكيفين تعرف من عشرين سنة اتنين وعشرين سنة إذا بدأ طلقت غير هلأ كليا غير حتى الضريح كان فوق محطوط بالكنيسة ما كان محطوط تحت مطرح من إحنا هلأ منزوره وصلت عكيفين ما في عش قالت أنا خاي إذا بدي أحكي للحرديني ما رح استحي حدا يقول شو عم تحكي بدي فيش خل إلا إله أنا حطيت سارة في الحفة اللي منركع عليها بالكنيسة وهذا لإزاز تابوت الحرديني ورا لإزاز ولبدت لبت له بقوة ضربت على الإزاز وعيطت له أبونا نعم طلع أنا إما لسارة شو بها بنتي؟ ليش مش عم بيعرفوا شو بها؟ أنا حبيتك بدون ما أعرفك حط إيدك على سارة قبل ما يد أروى ضغري سارة بلشت تراجع عنده قدام الضريح وتلبكت واستحيت جوين الدنيا وبدي نظيف أنا فعيطت له راهي بتي ساعدني طي يعطيني شي طلعت أنا بيتبوت الحرديني قلت له أنا بشكرك ما لحقت واش وشك أنت سمعتني أنا بوعدك هاي دي بنتك طول ما هي طيبة ما بقى رح أفسع أنا شو ما صار أمنا نظفنا لعبة سارة نزلت الحرارة نزلت رجعت على المستشفى خبرت الحكيم أنا بنتي ريقت سني بلا حرارة من الهارة بس هي بتشكع طول حرارة بس نحنا بعدنا ضمن المستشفى والحكمة لسار عمره أربع سنين وثمينة شهر ورموا إيديا كتير زرقت على الماصل جينا نرتاح بالبيت غفيت على الكنابية ثلاثة ايام هالسنة رحتوا على البيت لا بعضنا بالمستشفى وكتير ناس قالوا لي عبنا عمل معك أعجوب ببين بعدك قلت لهم أنا راضي بكل شي مش زعلاني بالقليل يخفف للحرارة وفي وقت يمكن عم بيختبر قديش أنا بضاين بس أنا بدي أقل له رح يزهق هو وأنا رح يضل إيماني مش رح يروح إيماني فاجيت على البيت بتغفى ثلاثة ايام مبتوعة حكيت الحكيم أول يوم أنه بنتي ما وعيت قال لي برك لقطة فيروس عطية هيك 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 تاني يوم أنت الحكيم ما وعيت لفتت على الطوالات ولا شربت ماء بنتي غافي صاروا يومين قال لي رو إليه يصير إلا 48 ساعة طي يمشي الدواب شسمة تالت يوم ما بقى أبدى القصة أنا بايت بالفنار بدي أقرأ بمستشفى مستشفى هارون طلبت حكيم أطفال قالوا لدكتور نيكولا كيومجي حطوا للمصل وعولي بنتي قال لي منشفى من الماء قلت له أنا إيه بسيطة يعني كانوا يفكروني شي وحدة بتاخد ضواء عصاب قدماء على طول هادية فقلت له ما علش فيه كان يمروا عليها أصعب تاني يوم وعيت صارة بالمستشفى بس عاملي كلها تاش من هون لتحت تاشات حمر كتير ما عجبتني إجا الحكيمتي يقللي أنه صارة ما بترجع معك على البيت صارة خطرة كتير ولا فحص ضمط العنظيف بدنا نحطك بغرفة عزل أنت وإياها لما حدا يجي يزورها وطلقت ميكروب لأنه مناعي طواطية وبس نخلص في حصاتها بقلك شو بنعمل أنا هون أول مرة بغبط بأرضي قديش عندي إيمان حسيت أنه خلصت الدني يعني بنت خطرة وخصلنا صارة يعني وصلت للنهاية قلت لا والله مش وقت استحي فتشت على قطنة الزيت وشلت صورة الحردينة وبلشت أنا على قد ما عم ببكي وقد ما كان أنا أمه صرت إضهن بقطنة الزيت وقلوا دخيل إجريك ما تتركها معت أعرف صلي غير هالكلمة دخيل إجريك ما تتركها وصلب بالزيت قعدنا 11 يوم بغرفة العزل وحطولي سارة بطلج كل شي بالطلج يعني كيس الماصل مشان ما يعمل شي على راسها وأنا هادية وناطرة إجا بعد 11 يوم قال لي شو كان اللي خالي هو إيمانك بالحردين إيماني برب إنه مش حيتركنا وأنا بدي أقبل لو شو ما عملت ما في يغير بس يسوع بغير بدي استسلم أمين سلمك والطفل وبدي أقبل أنا ما في نغير شي مش للموت ما في نغير أمين بقى إجتها يقل لنا ريمان أنا بدي خبرك تشيل المسئولية سارة عندها تلسامية طول ما هي طيبة بتخذيها كل شهر بتحطي لها دم في مركز بالحزمية للدم بديك تحطي دم وريتها بالدشال ضروري عبكرة كانت واحدة كانت عتمت دنيا وفلوا اللي كانوا معا ريّة 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 إذا ضلت بتعملها بدي أشال طلعت أنا بدي أبكي ولما بدي أبكي بدي أقع ما بوقع مغمضة تعين وما معي حدا بدي يسندني طلعت بالحاكم قلت له بتآمين قال لي ليش عم تسأليني هيك قلت له عم بسألك بتآمين قال لي أكيد بآمين قلت له ترك بنتي قال لي شو قلت له ترك بنتي قال لي شو يعني قلت له ما بدي أحكي ما بدي أنظرها قال لي ناريمان أنا عندي صبيين ما بيأخذ هالقرار ما عم تخطيب الوضع الفي يا سارة بنتك ما عندها دم بتموت قلت له هو عطاني إياها مش راح تموت قبل ترمه هو البقرر قال لي ما في وقت قلت له هلأ إجا الوقت سمعي شععت له أبدا يسوع قلل عنده إيمان قد حبت الخردل بتنقل الجبل من ميل لميل هلأ فهمت شو يعني أنا إيماني يسوع يعرف أكبر من حبت الخردل وأنا بدي أخلي السارة وما رح خلي إيماني يروح دعان قال لي يا ناريمان شو عم تحكي إنت والله ما في وقت بتموت قلت له أعطيني ورقة إنت ما تعتلهم عمسئوليتي بمدي مش حملك مسئولية قول إما رافضت تتعلاجها وأنا رح أمدي طلع هيك قال لي عم تحكي مظبوط قلت له إيه من كل ساعة واسمع وحفاظ شو بدي أقلك حكيم بفتح الشباك بالمستشفى بشي القطنة الزيت بدها نزارة سارة وبتطلع بقل له يا رب أنا بعرف إنك بالسماء سمهني وبعرف السماء ملياني قدي سين أنت بتعرف إيماني أكبر من حبت الخردل أنت اللي قلت اللي هيك وأنا بصدق كلامك يا رب وبدأ إلحق كلامك إذا بتسمح أنا حبيت الحرديني بدون ما أعرفه ومعي هالقطنة شحدني دم بدل الزيت لسارة وإذا عطايتني ندر علي بشهد كل العمر للحردين وبلبسها طوب وشهر وإذا لا يا رب غف بنتي وخدها عالسماء مثل ما بدي أقبل صحة ابني المنيحة اللي هي منك أنا بدي أقبل صحة بنتي المش منيحة اللي هي كمان منك طلعت إيه الحكيم عم بيبكي قال لي خلاص قال طلو إيه خلاص قال ما بديك تغيري رأيك قال طلو لا حطيت قطنة الزيت وصورة الحرديني قال طب ليك رح روح بس حضرنا الدم ما بيجي الصبح ما بيجي الصبح بيجي الضهر طي أعطيك وقت تصلي قال له روح ما تخيف أنت مش مسؤول عن اللي عم بقوله أنا مسؤولي فلي الحكيم أنا طلعت بسارة قلت لا مش رح أفزع أنا عندي ساقة كبيرة بياسو متل ما الله بريد يا بيغفية اليوم بيبكي أنا وما تبكي بنتي أو بيعطيني الصبح طبيت راسي أنا قد ما بيكي تعبت ونمت فقرها السارة بنتي ما عندها لون لا ما عندها دم بتوعيني وجه أحمر مثل الجمر وبتقلي ماما قومي أنا جاعت كتير عبيلي أتروأ بيضا مسلوقة طلعتك قلت لا اليوم منطلعك في فان وبتموت حد ما رح رجعك على المستشفى قلت لوعديني قلت لا بوعدك إجوا طي يعملوا فحص الدم ليحطوا لدم لسارة لقوا الدم ضيف عن المعدل بدي حطوا البلاكات لأنه ما عندها طلالة الصبح خمس تاليف لوحده والتاش اختفت واحدة مريتا إجا قال لنا ريمان صلي لولادي الحكيم لأنه في أعجوبة صارت رح أعطيكي أنا رابور إنه الحرديني شفالك بنتك ما فيني حط له لنقطة دم طلو فكة وعطيني إياها قال له وين طلعك في فان قال له مرسي طلعت أخد سارة ما حطينا دم ما حطينا دوة ما حطينا علاج ولا شي وخبر أو شكرت الحرديني لبستها طوب شهر وصرت أطلع كل جمعتين ثلاثة تأشكر الحرديني ورئيس الدار يقول بوقتها بالوعزة اللعنده قصة مع الحرديني منتمنى من العالم تخبر لأنه جون بولدو عايز أعجوبة لنعلون التأديس أنا إنكوز جاوزي طاعتها نحكي جون بولدو كنبعتها البابا كنبعتها البابا نعم قال له لجاوزي طاعتها نحكي قال له لا أسكتها هذا شي بينك وبينه ما بدنا نخبر بنفس النهار شفية بنتي بيفقع مصراني أنا وبعمل عملية كتير كبيرة تالت مرة عندي العملية أنا وبالمستشفى نمت ببصر بنوم الراهب اللي نطرني على المزبح اللي كان مرفقني كل هسنين طاعتيني القرباني قربت لأفتح تم لأأخذ القرباني بقلي واقفة هالمرة عطيني إيدي كن بيكشف عن وجه بشوف الحرديني بياخد إيدي هيك بحط ورقة بصفصف عليها أربع قربانيات وبيدفشني روحي وزعي لهني بعرف إنه هايدي إشارة من الحرديني بوع بخبر جوزة وبفوت على العملية عملية أنا بتاخد سعتين ونص شقوني ورجعوني بقلونا الحكيم حرين تسد وحرين لأ فحصنيها عشي وبدنا نعمل العملية شققينيها جينا نعمل العملية لأينا المصران ومقطب فطلعت عكففين وخبرت لخبرتك يا قدمت رابوريت الأطبة وأنا وبالبيت ركع وعم صلي للحرديني شو معناتها هالمنامات الرفاقتني كلها سنين بس هيدا آخر منام أربع قربانيات شو بأربع أربع ألفين وأربع بدقولي منك في فين عايزينك بطلع باخد فيليب وصارة وبطلع وبفوت عدير كفي فين وبيعطونا بقلب الأرزة عضمة من عضمات الحرديني احتفص فيها ببيتي والبابا رح يعلن التقديس بتسكر ملف الحرديني بتكون هي أخر أعجوبة تسكرت وأعلنوا التقديس 16 أيار 2004 يعني هي تعتبر عجوبة اللي سكرت له الملف وتسكر يعني العجوب التالتي اللي تثبيته آمين أنا بشكره كتير وأدمى أشكر قليل 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 أنا أريمان نحنا معنا عن نواقذ بس بدي أليك أنت اليوم يلي صار معك هالشي هذا مع بنتك معك آمين كيف بتحسي بالنهارك ما في عندك شي بيشاوشك بيهدك عكا المطرح تجارب بالك كتير وشو بتقولي للناس يلي عم تسمعك يلي بتآمن بس كمان في عندها تفسع أوقات شك وخوف أكيد نحنا بشر أكيد شو بتقلينا أنا من وقت صارت الأعجوبة أنا كل عمري عندي إيمان وعطولي بصدق لأنه كلام الله حق ولا مرة ما زح يسوع معنا بيكلامه بكل كلمة يعني السماء والأرض بيكزولوا كلامه ولا ممكن فأنا بدي سلم تسلم كله لما أنا بصلي ما تجربت كتير تجربت وما تشوشت وما انقهرت وما تعذبت كتير وكل يوم بزيد وبعد أنا صارت الحياة تتعلمني وإيماني بأله كل يوم يزيد أنه كل ما قوية التجارب يعني أنا عم بقرب فاشخة للرب يعني لأنه شي طامده حركش فيه طيقشتني هالنعمة أنا بدي أقوله للناس يسوع على طول واقف على البيب ناطر ولا يوم تركنا وعطول بيسمع ما عنده دينة طرشة بس كله بوقته بيختبر قدام نضاي حتى الناس اللي انتقلت من هون كان لها صالحة وخيرة لأنه فوق في فرح أكتر من هون أنا اليوم بقوله ما بقى أفزع من شي إذا تجربت أو صخانت صارك كيفية اليوم بتجنن صارة عمر 24 سنة حتى مش عم نطلق أي طعم لصارة بدي قلن للناس بلشت بطعميتها كان عمرها كم شهر ووقفت وتركتها لأنه حكيمة هو السماء حكيمة هو الرب هو الإدسين تيشتغلوا فينا الله يحرص لك يا رب خليلي إياك أخت الأحبة أنا بنشكر متابعتكم معنا بنشكر من جديد أبونا الأب يونين عباد سعادة السفير يوسف الصدقة صدقة نعتزل أنا بالأسماء مع أنه عزيز على قلبي السفير الصدقة وأختنا نريمان بلوك على يعني مجيئنا على هالحلقة هايدي واغنائنا بالمعلومات على مستوى الحقيقة الذهنية الفكرية وعلى مستوى حية تدخل الله بحياتنا أنا وإياكم على موعد جديد أخت الأحبة الأسبوع المقبل مثل اليوم على الساعة تسعة ومص نهار مبارك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة